سؤال مهم سؤال مهم عشان السورة كاملة تبقى واضحة نهاردة الجميع تفاجأ بالإعلان الرسمي من النادي الأهلي عن انضمام كندوسي للنادي الأهلي في الوقت اللي كنا مستنيين الخبر ده يطلع من نادي الزمالك إنه الزمالك فعلا كان هو اللي بعت أولا عرض رسمي بخصوص هذا اللاعب وهو اللي كان أقرب لضمه طيب ليه الزمالك لم يحسم صفقة الجندوسي قبل النادي الأهلي تعالوا نشوف أولا الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ فترة كما فاوض نادي وفاق سطيف أيضا لحسم الصفقة حيث كان اللاعب على تواصل بشكل شبه يومي مع مسؤولي نادي الزمالك كما أنه قبلغ إدارة ناديه برفض كافة العروض المقدمة له من الدوري الجزائري وأنه يرحب بالعرض الزمالكاوي وفي هذه الفترة لم يكن الأهلي موجودا بالصورة وبالمناسبة يعني وبالمناسبة قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شكبالة تواصل معه عن طريق الفيديو كول وتحدث معه وحاول أيضا إقناعه بالانضمام لنادي الزمالك واللاعب كان مرحب جدا بالانضمام إلى نادي الزمالك نكمل المفاوضات بين الزمالك ومسؤولي وفاق ستيف واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة في الأيام الماضية حيث تم الاتفاق على أن يكون المقابل المالي للصفقة 900 ألف دولار يحصل عليها النادي الجزائري بجانب تنازل اللاعب عن مستحقات متأخرة له لدى ناديه تقدر ب250 ألف دولار حتى يسهل عملية انتقاله لنادي الزمالك ثالثا رغم التوصل رغم التوصل لهذه الاتفاقات بين الناديين الزمالك وفاق ستيف واللاعب إلا أنه كان هناك حال التقاعص من جانب وكيل نادي الزمالك في الصفقة حيث طلب تقليل القيمة المالية إلى 800 ألف دولار بدلا من 900 الأمر الذي تسبب في توقف المفاوضات مؤخرا ودخول النادي الأهلي في الصفقة وحسمها لصالحه النادي الزمالك عرض 800 ألف دولار في الآخر ونادي وفاق ستيف رد وقال لا إحنا عايزين 900 ألف دولار الزمالك بقى ما ردش يعني بعد كده الزمالك ما قالش آه إحنا عايزينه 900 أولا مش عايزينه 900 والموضوع هنا اتعلق شوية رابعة النقطة الأهم في تعصر انضمام اللاعب للزمالك كانت رغبة مسؤول النادي الأبيض في خروج إمام عشور لاعب الوسط للإحتراف الأوروبي ركز معايا ركز معايا النقطة دي مهمة النقطة الأهم في تعصر انضمام اللاعب للزمالك كانت رغبة مسؤول النادي الزمالك في خروج إمام عشور لاعب الوسط للإحتراف الأوروبي بعدما تلقى عرضا من تركيا خلال الفترة الأخيرة بمقابل مادي وصل لسلاسة ملايين دولار وهما كان سيوفر سيولة دولارية للزمالك لحسم صفقة الجنطوسي وتزديد راتب فريرة وتزديد بعض مستحقات اللاعبين كان هيفرق مع الزمالك عشان الناس بدردوا ما تقولش إيه هو الزمالك كان رايح يبيع إمام عشور هو هيبيع واحد من أهم اللاعبين لا هو لو كان هيبيع إمام عشور فكان عشان يحل بعض الأمور ويدم كمان صفقات جديدة بس إيه اللي حصل إلا أن تمسك الأجهزة الفنية للفريق جزولة فريرة ومن بعده أسامة نبيه أبقى على إمام عشور وهو ما تسبب في تعصر موقف الزمالك المالي لحسم الصفقة خصوصا وأن مسؤولي وفاق ستيف كانوا يرغبون في الحصول على مقابل صفقة الكندوسي كاش أو يعني بشكل سريع يعني أو بشكل واضح يعني أبقى على مقابل صفقة الكندوسي